ومبدئياً موضوع التمثيل الغذائي بنلاقيه دايماً وراء أغلب حالات إما فقدان الوزن الغير مبرر أو زيادة الوزن الغير منطقي صح صح كده؟ بيبقى طبعاً نتيجة أي طرق هو التمثيل الغذائي ده حياة ده فعلاً لو أنا التمثيل الغذائي مش قوي هتلاقي نفسي بدخن يعني الجسم ما بقاش في القوام المثالي خالص ومع التخن بتلاقي المزاج عندك مش حلو يعني الناس اللي بتعاني من النحافة دينا بيلجأوا إلى كل ما هو مبطئ لعملية التمثيل الغذائي لا 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 ولا ده خطر لا 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 أصل هو التخن والخساسان مش بس التمثيل الغذائي مهم زي ما قلت للتقاط الخفية يعني حتى وإحنا نايمين على فكرة فيه تمثيل غذائي مش موضوع التخن والخساسان إطلاقاً اللي عايز يدخن يشرب له عصير بلح كده ومع اللبن وبتاعه ويدخن البلح من الحجات اللي بتدخن يعني ده اللي أنا أقصده بقى فكرة إن هل ينفع الواحد يعمل أي شيء يعطل به أي عملية جسمانية طبيعية ربنا خلاقها؟ أه طبعاً أه طبعاً يعني من الحاجات اللي منعطل به عملية تمثيل الغذائي أكيد كمية السكريات اللي بناخدها في اليوم أكيد أكيد كمية الدهون الضرة كل الحاجات دي بتعطل لي التمثيل الغذائي عدم الرياضة أكيد عدم الرياضة بيعطل لي جداً التمثيل الغذائي مش بقول بقى إن احنا كل يوم ننزل جيم يعني أنا ما بروحش الجيم بس أنا عشان بشتغل بنزل كل يوم بتحرك كفاءة لازم أتحرك عشان عظمي حتى عشان نشاطي عشان الموت بتاعي عشان التمثيل الغذائي بقول الستات البيوت اللي ما بيشتغلوش وقاعدين في البيت اتحركي اتحركي امشي روحي خشي المطبخ اطبخي بإيدك روقي حاجتك مش لازم تعتمدي على حد لازم تتحركي كل عدم الحركة بيقللي جداً التمثيل الغذائي يمكن كمان شايفين على الشاشة يا كريم المميزات ألب مولتي فيت يعني أنا زي ما أنا قلت هو داعم لعملية التمثيل الغذائي ومش بس كده هو داعم للمناعة لإحتواءه على فيتامين سي وزينك ونحاس وداعم كمضاد الأكسادة لإحتواءه على فيتامين إي و سي وداعم لصحة الشعر والضوافر لأنه بيحتوي على البيوتين والفوليك أسد والكوبالامين كل الحاجات دي مهمة جداً لصحة البشرة والشعر لأن أي حد عنده نقص في فيتامينس مش بس الكسل والخمول بيبان على الوش على طول